مدير مدرسة بيرجع ابتدائي؟ المدرسة ما فيهاش حتى أشباح أول أسبوع دراسة في المدارس كان مليان مفاجآت وأحداث غير متوقعة بدأت بمدير مدرسة للصنايع بنات في موقف لا يحسد عليه نزل أول يوم دراسة وقال يلا نبدأ بداية حماسية فتقبض عليه في وضع مخير مع عاملة في المدرسة وتحول للتحقيق فوراً ومدرسة في المنوفية كان لها نصيف في البدايات الحماسية الطلبة وصلوا متحمسين جداً للمدرسة ليقوا المدرسة فاضية ولا مدرسين ولا عمال ولا حتى أشباح في المدرسة لكن بقى المدرسة اللي استقبلت الطلاب بأغنية سطلانا فعلاً حققت الحماس اللي الطلبة كان نبسوهم فيه أهو أظن ما فيش حماس أكتر من كده والحماس ماوقفش الهنا طفل في الأليوبية كان رايح أول يوم مدرسة بزفة بلدي وأم الطفل قالت ده كان ندرة علي إن أول يوم مدرسة لابني لهزفه زي العرسين وهو رايح المدرسة وطبعاً الناس كلها في الشارع وقفة تتفرج وتفكر الوقت ده طالع على المدرسة ولا رايح الكوشة لكن كان فيه مدارس الحماس عندهم كان بشكل مختلف مدير مدرسة ابتدائية في الجيزة قرر يرجع طالب تاني في لفتة إيجابية لدعم الطلبة نفسياً فلبس الزي المدرسي زيهم بالزب عشان يشجحهم يلتزموا بلبس المدرسة ونزل يلعب مع الطلبة في الفصحة وكان مهتم جداً بمحاربة التنمر بين الطلبة وقال لهم إحنا هنا كلنا واحد حقيقي لفتة إيجابية تحترم ومدير مدرسة في الجيزة قرر ينافس محمد صلاح ويلعب كرة مع الطلبة في الحوش وقت الفصحة بطريقة مبهجة جداً عشان يحسس الطلبة أنه قريب منهم فعلاً ويحببهم أكتر في المدرسة أول إسبوع مدرسة كان حقيقي مدهش بكل أحداثه يا طرى بقى الإسبوع الجاي هيحصل فيه إيه؟